ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تنفيذ بنود أهداف التمرين بالنسبة للجنة التقييم هي تعمل كفريق واحد يتم انتقالها إلى جميع المواقع بشكل دوري وبشكل يومي مبرمج ومجدول سواء أثناء تنفيذ الفرضيات التطبيقية أو في مواقع الإسناد الإداري أو في مواقع السكن للتأكد من جميع مراحل التمرين تمر وفق ما خطط له وأن الملاحظات يتم تلافيها يوميا هدف اللجنة بالدرجة الأولى تقييم الأداء لتطوير الإيجابيات والبناء عليه والحد من السلبيات التي قد تظهر خلال العمل مع تقديم التوصيات ورفع الملاحظات إلى رئيس هيئة السيطرة بالتمرين يشمل فريق اللجنة أحد عشر ضابطا يمثلون مختلف القوات المشاركة ويتولى الفريق قياس مستوى الأداء من خلال متابعة العمليات الميدانية وكذلك مهمة الرصد العمليات التنظيمية التي تعنى بالشأن الإداري للتمرين وبعد ذلك تدون ملاحظات المهمتين وتسلم في الاجتماع اليومي للجنة في تقرير واحد ترجمة نانسي قنقر